مدة يومين مدة تحديد الوصد المتوقع أن الحد الرئيس في زياراته للقاهرة وزير الخارجية وزير الستمار وزير الدفاع وزير الرئيس وزير التجارة الخارجية يعني وصد كبير من الوزراء السبنين سيتخبون الوزير فيما يتعلق بالأمن بالاقتصاد بالسيارة الخارجية سيكونونا مع الرئيس الآن عن ملف أو أجنة الزيارة أنا الرئيس في استكمال بعض الاتباقات الصناعية التي وقعت بعد زيارة في قرطوم العلاقات الاقتصادية طرق تحت اللجنة الأولية المشاركة بين البلدين التي هي مضاقعة تكون على نهاية العام حمد الملفات هي الملفات الحدودية بين البلدين طبعا ملفة الشائك يعني مع قرب الزيارة تطرحات البشير أثارت بعض في القاهرة وأيضا في القرطوم لكن هنا النسوذين بيؤكدوا أن حلايب وأن السودان لا يمكن أن يحارف مصر بسبب حلايب وأن هذا الملف التسوية هو الاتفاق عليه داخل أورصة المغلقة بين الرئيس البشير والرئيس السيسي وأن حلايب أبدا لم تكون مشار الحرب بين مصر والسودان وأنها سيكون اتفاق عليها بين الرئيسين بعيدا عن التناول الإعلان السكي سواء في مصر أو السودان بعيدا عن التناول الإعلاني أيضا صباح مهتم عارف هل تصرحات البشير هي مسألة متفق عليها في داخل الشارع السياسي السوداني أو هل في خلافات في وجهات النظر بين الطائرات السياسية المختلفة حولها لا التناول الإعلان سواء داخل مصر أو السودان التناول الإعلاني لما البشير يصبح يقول أنه حلايب سودانية طبعا أنت عارف أنه حلايب منطقة نزاع أنا كمصرية بقول أنها مصرية هو كسودان يقول أنها سودانية فبالتالي أي تصريح مضاد يعني في استطارة شعبية الفناول الإعلاني يجب أن يكون هناك ضبط فيه يحول ضبط الموضوع ده إحنا من إمتى كنا بنقول أنه في حلايب أو لثلاثين من مصر السودان يعني الملكة ده فتح بس الإفارات المتبادلة هنا هناك يعني تصريح الإعلاني وهناك الرد عليه من القاهرة وهناك تأتي الستطارة الشعبية الداخلية سواء مصرية أو من هناك لو تم إخلاق هذا الملكة تماما في هذه الزيارة بحيث يكون التناول بين الرئيسين أو على المستوى الرسمي وعلى المستوى الإدارة هنا وهناك سيكون نطيع هذا الملكة لأنه هو سعلا تقدم العلاقات المستوى السودانية لكن فيما عاد ذلك فيه اتفاق على موضوع الحدود وفيه اتفاق على موضوع ليبيا اللي هو دول دوار ليبيا بتعرف المشاكل اللي حصل من ليبيا ففيه التنسيق التنسيق الأكبر اللي حصل فيه اختراف بعد زيارة السيسي من خرطوم من عوضوع الميا الاجتماع السلات الأخير اللي تم في الخرطوم من شهر ونص تقريبا أعتقد الخرطوم أنه فيه بدور كبير جدا لتقريب جاس المظر بين القاهرة وأديس أبابا إذا ترأى تقريب أنه بعد زيارة السيسي هتكون هذه زيارة ملاشات توطر كبيرة يعني الميا الاجتماع فيها صويس جدا تبقى فقط ملاشة حقا وهنا أثناء المتوقع أنه الرائتين لو أخذ قرار بعدم قناول الساك سواء الخرطوم أو القاهرة لهذا الملاش أعتقد أن مصر السيدان إن شاء الله حيثو في علاقات قوية كثا يعني على مستوى الاقتصادي على مستوى غلق الحدود والتهريب والتحصل على الحدود المقصر السيدان كما لابس بدي لو تم التنصيد حواليه إذا نحن نحن بسبب علاقات مصرية السيدانية متقدمة بالإضافة إلى الحريات الأربعة اللي أشار إليها الرئيس قال لو هي تطبقت كاملة لأشار إليها بشير سفاره إنه لو تطبقت الحريات الأربعة كاملة مش هيكون في حدود أطلق اللي تجي اتفاقية بين مصر والسودان اتفاقية الحريات الأربعة حريات العمل والأقامة الحريات الأربعة فقط من الجانب المصري حريات السودان يطبقت جاملة تمكن من الجانب المصري حريات التنقل بمعنى إن السودان يجي مصري من فئة عمبية محددة لازم ياخد تأشيرة المصري بيجي السودان بدون تأشيرة فرية العمل والتملك والتنقل والحركة السودان فقط تبقى لي من فئة عمرية من الشباب تقريبا من 17 لحاجة و 50 سنة لابد أن ياخد التأشيرة فهم عايزين يكملوها يعني السودانين خوضين إكمال هذه الفريات والرائز قال لو تمت بالتالي ما فيش حدود بالنقل السودان بعيد يمشي يمشي اللي عايزي يجي إذلك الحدود شكرا جزيلا لك صباح موسى زميلتنا الصحفية من الخرطوم التي أجملت لنا الجدل حول هذه الزيارة في العاصمة ترجمة نانسي قنقر